نظرة المحبة الحب رغم الخطأ هكذا ينظر الله لنا ينظر الله عز وجل لنا من منبثق الرحمة من بركان الرحمة ينظر الله عز وجل شان من رحمته العليا التي تعلو على كل شيء في ذهنك وعقلك ورحمتي وسعت كل شيء تستهويني آية سبحانه وتعالى حينما قال جل وعز قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا هل يشقى مع الله أحد؟ هل يأس من رحمة الله أحد؟ يا رب اغمسنا في رحمتك كم تعجبني آيات الرحمة حينما تتجلى على قلبي فيا سيدي بما أن الله ينظر إلينا هكذا فلما نيأس؟ نعم أعلم هموم الدنيا كثيرة وأوجاعها مؤلمة وبالكاد بالكاد بالكاد أن تشعل نور الرحمة في قلبك لكن جميل منك أن تنظر للسماء وتقول يا رب لو تكالبت الأوجاع والهموم والأحزان والذنوب والمعاصي والآثام فيا رب أنا أنظر إليك أنك الرب فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين احفظ قلبي وارحم وارحم احفظ قلبي وارحم رجل يحرق نفسه ليهرب من الله يقول لأبنائه لأن قدر الله علي سيعذبني هذا الرجل يخطط ليهرب من الله احرقوني نصفي في البحر ونصفي في البر احرقوني لا أريد أن ألتقي بالله يا جمعه الله كن فكان ما حملك على صنعي هذا خشيتك يا رب غفرت لك ودخل الجنة أعطني وصفا لهذا فانظروا لله بعين حسن الظن يغدقكم الله في الرحمة كم أحتاج لأن أتكلم مع الله كأني أتكلم مع أقرب أحد لقلبي كم أحتاج حينما أسجد أن أخاطب الله عز وجل شانه بكل ما يجتاح قلبي اللهم أنت ربي وأنت خلقتني وأنا عبدك وعلى عهدك ووعدك كما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أحتاج أن أخاطب الله عز وجل شانه بكل حواسي بكل نبضي بقلبي أن أندفع إلى الله دفعا ليسمعني جل وعز وهو السميع العليم حتى يربط على قلبي وأقبل على الله حبا رغبة فالله يحب من يقبل له حبا رب المحبين رب السلام رب الأديان رب الناس أجمعين هو الله حري بنا أن نأتي إلى الله بقلوب تعلم أني أخاطب الرحمن الرحيم أنا أقول يا رب حبك بحبك بإبراهيم لم تحرق فبحبنا لك لا تحرقنا والله لا يغلق بابه بوجه أحد ترجمة نانسي قنقر